بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الله صلى الله عليه وسلم هنتحدث اليوم عن العاقة البصرية تعرفها بقى بس عشان نعرف العاقة البصرية عايزان نعرف الأداء الوظيفة لحسة البصر لو طلت مظاه عندنا حدة الإبصار رقم واحد المجال البصر رقم اثنين وإبصار الألوان رقم ثلاث يعني ايه حدة الإبصار؟ يعني تقاس بقدرة الأين على رؤية الأجسام المرئية بكامل تفاصيل مقاونة بقدرة العين السليم والعين السليمة إذا احنا بنقول ستة على ستة هيقدرة العين ستة على ايه؟ على ستة يعني اللي على ستة مت هو بيشوفه على ستة مت اما إذا كنا مثلا ستة على اتناشر لا اللي بيشوف الشخص العادي على اتناشر مت لا هو بيحتاج أنه يكون على ستة ايه مت طيب المجال البصرية يقصد به مجاله برقية والاتجاهات المختلفة في نفس الوقت وبيكون بالدرجة بمدى أقصى 180 ايه درجة طيب كمان عندنا ثلاث حاجة اللي هي إبصار الألوان التمييز بين الدرجات المختلفة ليه؟ ليه؟ للصبغة والتشبع واللمعان والألوان المختلفة وهل فعلا هو بيستطيع أن يرى الألوان كما هي؟ يراها الشخص العادي أم لا؟ لا ده الأداء الوظيف لحاسة ايه للإبصار طيب تعريف العاقة البصرية العاقة البصرية زي ما احنا عارفين متشير إلى ضعف في حاسة البصر يحد من قضة الفرض على استخدامها بفعالية يعني فيه مشكلة في حاسة البصر ونحن ما قلناش بقى في العين نحن قلن حاسة البصر ككل عشان الأشياء الخاصة بالعين والأصب البصر هكذا وفيه درجات متفاوتة من الفقدان البصري إذا كانت بتأثر على أداء الطفل ونموه طيب عندنا كمان فيه حاجة اسمها الوجه نظرية طبوية للكفيف الكفيف هو من فقد الكودة الكلية على الإبصار ده الكفيف يعني مش لعيف البصر لأتكفيف مما يتحتم عليه استخدام حاسة اللامس لتعلم القراءة والكتابة بطريقة برايل احنا هنا بنتكلم علىه يبقى شغل التربية بتاعنا إنه لا بيحتاج إلى طريقة برايل اللي كي يتعلم القراءة والكتابة وعندنا فيه الحساب فيه طريقة تلعنا